اشتركوا في القناة كان مشهور قوي أيام الثورة اللي هو الناس كانت تكتب بن قسين كده اللامونتامي كان مشهور حتى في فيلم اللي هو الروش جدا العميق جدا بيكتب اللامونتامي بس اللامونتامي ده كتاب واغلب اللي يعرف انه هو كتاب ما عرفش انه هو كتاب لكاتب اسم كولين ويلسون يعتبر فلسوف ومفكر عظيم جدا الموضوع بيبتدي خالص لما كولين ويلسون ما كانش معه فلوس فابوه نزله يشتغل في مكتبة فطبعا ما كانش معاه فيسبوك وسوشيال ميديا وما كانش معاه هيدي الأونطة محمد يعالي وما كانش معاه أي حاجه يشغل بيها دماغه غير انه هو يقعد يقرأ فكولين ويلسون استغل الوقت ده انه هو يقعد يقرأ لطولستوي وتولستافيسكي ونيتشي وابتدى اكتشف انه في حاجه اسمها الادب اللامونتامي او فيه نوع شخصية اسمها الشخصية اللامونتامية الفكرة البساطة زي ما هو عرفه حتى في كتابه هو الشخص اللي بيرفض الحياة البرجوازية البرجوازية دي الحياة الاستقراطية دي هي الحياة المرفهة اللي هو الحياة اللي هي يعيش متحوصل ايه متحوصل دي اللي هو يعني يعيش لذاته هو شخص بيرفض الواقع شخص بيشوف الحقيق والوقاع بالنسبة له بطريقة أكثر تعمقا كتاب اللامونتامي بجد غير فكر فلاسفة كتير طلع فكر جديد الكتاب لازم تقرؤه هحاول خلصهلكم ببساطة ألخصهلكم ببساطة الكتاب عبارة عن 9 فصول كل فصل بيبتدي كولن ويلسون يقول ان اللامونتامي ده شخص لحد ما فيه لعنة توجدت عليهن هو شخص مش قادر يمشي في الطيارة للناس كلها توجدت فيه وصراع هو وحظه يعني أو هو وشخصيته حاولت أنا مبرح بالليل كده ألخص الكتاب الأكتر قادر أقدر عليه فلخصته في أربع مراحل هو 9 فصول بس هم أربع مراحل لفوجة نظري يعني ممكن لقراي يشوف أكتر من كده أول مرحلة بالنسبة لي مرحلة الإحساس اللامونتامي أول حاجة بيمر بيها إن هو يحس إن فيه حاجة غلط لا مش دا اللي أنا أعرفه مش دا اللي أنا متوقعه كل أنا أعرف جفارة جفارة كان من عيلة غنية جدا كان بيدرس طب ما كانش فرق مع أي حاجة كان ليه زمايل وبيخرج وبيروح ماك بعد ما يخلص والحياة كانت لذيذة واردية معاه بس جفارة كان مختلف عن باقي الناس بس إن جفارة لما كان بيلف في الشوارع كان بيشوف إن لا مش دي الحياة اللي يستحق الحياة الناس تعيش فيها أنا لايه دور أنا لايه هدف أنا موجود في الحياة دي علشان أعمل حاجة فأول حاجة بتمثل لها منتمي إن هو بيحس يعني فيه ناس كتير أوكه زي جفارة معاه في الدفعة بس جفارة بس هو جفارة تاني مرحلة اسمها التفاهة الزاتية إن هو بيحس إن هو بلا هدف فهو شخص تافه قال ماركس كلنا نعرف قال ماركس قال التافه هو الشخص الذي يدير ظهره عن هموم الآخرين اللي هو أنا عايش لنفسي أو حتى هموم نفسه أنا عايش لنفسي عشان أبسط وياكل واشرب وكده فأنا كده تافه فأول مرحلة أنا بحس تاني مرحلة التفاهة الزاتية شعورك بالتفاهة الزاتية تات مرحلة الرفض لا أنا برفض باخد قرار الانفصار باخد قرار لا مش دا المجتمع اللي المفروض يكون فيه لا المجتمع دا لازم ابتدى نغير فيه يكون ليه دور آخر مرحلة باسم آخر فصل في كتاب كولن ويلسون اسمها تحطيم الحلقة المفرقة ايه الموضوع دا ببساطة ببساطة ان انت الحلقة دي بقى اللي هو أنا دلوقتي حاسس بألم الآخر أنا دلوقتي فيه تفاهة ذاتية أنا رافض حلقة كده طب أنا بعمل ايه ما بعملش حاجة لازم بقى نعمل كولن ويلسون ماذا Jung كويلسون في كتاب يقول ان انا خمسة في المائة من المجتمع لا منتمين أنا احناrement شخص فيه خمسة فيلمية يعني فيه خمس اشخاص مننا لا منتمين فيه خمس اشخاص مش عجبهم من المجتمع لما فيما مش عجبهم التقليد اللي احنا عايش فيه فيه يعني انا مش حكبر عشان خش iyه كلية عشان اتجوز عشان اجيب عيال عشان اموت لا. الحياة محتاجة حاجات اكتر من كده. فيه 95% عندهم شاي مشكلة. عندهم اريحية شديدة ناحية انهم يكونوا منتمين لفكر سياسي معين. كل ناس ماشى فيه. فكر كراو معين. كل ناس ماشى فيه. فكر مجتمعي معين. انا اشته خراص. انا مش عايز اقول لان اتابعي قطيع. بس انا تابع منظومة عطتلي من ناس اكبر مني. فانا احمش فيه. كون ويلسون بيبشر الناس اللي هم اللي هم دول بيقول لهم انتم فعلا ملعونين. انتم ايام كسودة بامانة كده. يعني هو بيقول لهم ان اغلب اللامونتمين دول بينتحروا وبيجننوا وبيكتائبوا وبيشوفوا مخدرات. وغالبا بخشوا مجلس الشعب وبيعملوا ليلة يعني. فالفكرة كلها ان فعلا لسر لي. الشخص اللامونتمي ده شخص عايش في لعنة. انا مش قادر اواكب المجتمع اللي انا فيه وفي نفس الوقت مش عارف ارض نفسي. فقه قليلة جدا جدا من اللامونتمين دول هم اللي بيغيروا التاريخ. وهو ده مربط الفرس بالنسبة لكولين ويلسون. ان فكرة ان انت لامونتمي مش هو دي يعني مش دي النهاية. الناس دايما بتتخيل ان انا كده انا مختلف على الاخر فانا خلاص كده انا جبت اخري لا. ده هو ده البداية. قوة شخصيتك هي اللي بتحدد بقى انت فوق الواقع او انت بتقدر تسيطر على الواقع ولا انت في منك نسخ كتير واخرك ان انت تبقى شخص عايش في علمك الوردي البلونة انت بتصعر نفسك. وفي نفس الوقت مش قادر تغير. يعني فيه كذا واحد بيعمل كودينج بس فيه ماركز كنبرج واحد بس. فيه كذا واحد بيعمل عمليات وده كثرة كتير بس فيه دكتور مشهور واحد بس. ايه الفكرة في كده. كنوا لسون عايز يقدم رسالة بسيطة ان انت لو متخيل ان انت مجرد رغبتك انك تختلف. هي دي الكفاية لا. انت انت واقع في مأزك بس لو قدرت تطوع تطوع امكانياتك وافكارك وغريزك انك تسعى الهدف ده. ايه لا. هتكتف كتب التاريخ واحتبقى شخصية زور شأن كبير. في الكتاب ده طبعا الكتاب عبارة ان هو بقى ارى الكتاب كتير. فراح عمل ايه. جمع مسلا نيتشي قال ايه. طوليستوي قال دوستافيسكي قال ايه. تي اس ايليوت قال ايه. فكان فيه جملة قوية لنيتشي انا بحبها جد. الخوف ليس في الطيران. ولكن الخوف في السقوط. دايما احنا متخيل ان الحرية مفهاش مشكلة او الحرية دي شيء جميل واحنا كلنا عاوزين حرية. الاسف الحرية ما بتجيش لوحدها. الحرية بتيجي مسئولية. فلو انت شخص لا منتمي ومتخيل اللا انتماء ده او اللي انت تعمل اللي انت عاوزه او تنفصل على الواقع. خلاص كده لا. انت فيه ضريبة لازم تدفعها. والضريبة دي بتيجي بتعب. بيتقال عليك مجنون. بيتقال عليك بطل هبا اللي بتعمله خليك في مذاكرتك. بيتقال بطل لعب العيال ده انت كده كده لي كيبيت جوزك. بيتقال اكبره شوية. بيتقال حاجات كتير جدا المجتمع بيقولها واحنا ذات نفسنا بنرددها لنفسنا. اللي هو احنا اي اخر دي احنا بنعمله ده. بس عن تجربة. لما بتحقق اللي انت عاوز توصل له ده بتدرك يعني عظمها بجد. انا كنت عاوز اوصل لحاجة وصلت لها. من اللامون تمين اللي قالهم كولون ويلسون. واحد اسمه فان جوخ. كلنا عارفينه اللي هو الرسام القطع ودنه ده. فان جوخ في عصره الناس كلها كتب بيبصله ان ده بن قدم مجنون والرسم بتاعه ده رسم متخلف عقليا وايه لهاب اللي هو بيعمله ده. وهو ده دي نظرة المجتمع للاي حد لامون تمي. ان انت شخصية غريبة. شخصية مش طبيعية. شخصية مجنونة. بس هو ده الطبيعي لاي حد عاوز يختلف. انهى حياته لن ينتهي الشقاء. وانا شايف ان دي دي الجملة اللي بتعبر عن الانتماء. لن ينتهي الشقاء. طول ما انت لا منتمي طول ما انت عندك طموحات او احلام مش اهدا تجارية. في الواقع ده اعرف ان انت مش الشقاء ده مش هينتهي. اه اتمنى الكلام لنا بقوله ده يعني اثر في ناس بجد تد ايما على الق nosotros prefacing大wangي بنان شو قال لو انت معك تفاحة وانت معك welcoming me to ffa stand وتقدلنا التفاح thtain sister before we sink a fake لكن انت معك فكرة وانت معك فكرة والبس انت معك فكرتين ولا معك فكرتين فاwaidea اللى انا نفسه مشورها هى اي شخص يحاسس ان هو لا منتميل لوقيع اللى هو فيه انت في مقذق انت ليلتك سودة بس تفاقل مش عارف ازاي بس تفاقل انت لو بجد عملت اللي عليك قدرت توصل اللي انت عاوس وصله بتعبك مش مجرد اللي هو انا هكسر القيود انا لامون تامي لا الدنيا مش بتمشي كده انت فيه مجهود بتبزله سدانيا يعني مش عاوس اقول الجمل اللي كان متتقل ايام زمان اللي هو هو طلع الاول على الفاصله وعنده رجل حسن منك هي عندها رجل زيادة فتحة مناخر زيادة كلام ده كلام فعلا كلام محبط بس ليه احنا ما نوصلش للمرحلة اللي نسجل حاجات في التاريخ ليه ما نوصلش ان احنا بقى ناس بجد تستحق ان هي تسيب بصمة في المجتمع ما اعتقدش ان ده حاجة تضرنا بس الموضوع مش سهل امممش هستطول عليك اختر من كده بس هميني جدا 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 كل شخص قاعد يفهم ان فيه حاجة اسمها لامون تامي يفهم ان هو لو عنده لعنة لامون تامي ان هي مش بتيجي كده بالسهل وفيه مجهود هو لازم يبزله المجهود ده ان هو يحقق الواقع اللي هو عاوزه في دماغه بالتعب اخر حاجة اقولها احنا مش بنتكلم في السياسة خالص ومش ملناش دعوة بنزول الشارع والكلام ده وفيه ناس بتدعي ان هي بتساعد الشباب احنا بنلوم شكرا الشباب مش عاوزين لمساعدتكو اكبر دليل على نجاح الشباب ان احنا عاملين افنت زاي ده وفيه شباب وفيه ناس بتتكلم ناس شباب برضو واعتقد هو ده التغيير يعني هو ده هو ده اللي انتماء الصح ان انت بتحاول تنسلخ عن الواقع المتفسخ مصطلحات معقدة بس هي بجد كده هو وقع متفسخ التفسخ ده كده حاجة بسيطة فيه دكتور اسمه مراد واهبة ده دكتور عالم اجتماع قال ان احنا فيه ده حاجة اسمه تفسخ المجتمع يعني ايه تفسخ المجتمع يعني الحاجات اللي احنا المفروض نلجأ لها علشان تبه حاجة حلوة هي متفسخة يعني ايه متفسخة متفسخة يعني الثقافة بايزة الفن بايز الحاجات الحلوة اللي بنهرب فيها دي بايزة دي متفسخ فاحنا القوة بتاعتنا او التغيير الحقيقي نهنا نهرب من الواقع المتفسخ ده ونعمل واقع لينا مش بلونة ولا على واقع سوشيال ميديا واقع على ارض الواقع واقع على ارض الواقع حلوة واقع على ارض الواقع ننشره بافعالنا يعني تد المرة دي في عدد ما راجح هيكون في عدد اكتور افكار هتتنشر هو ده التغيير الحقيقي هي دي الثورة بجد ثورة مش انك تغير شخص حد ثورة انك تغير فكر ناس غيروا والموضوع صدقوني مش صعب يعني مش عايز اقول لكم ان الدنيا قاطمة اوي مع ان طبعا عمالف تفسخوا مش عارف ايه بس يعني شكرا لكم مرسي جدا شكرا لكم